يقوم عبد النور وسط مدينة ورقلا بتصليح مكيفات الهواء ليس لإعادتها لأصحابها بل لبيعها لآخرين لم يقدروا على اقتناء الجديدة منها بعد ارتفاع الأسعار نحن نقوم بعملية صيانة المكيفات المستعملة ونعود نبيعها بطريقة نصيناها ونعود لها القاز ونعود رقائحة ونعود السعودات حتى يقوم بعملية مكيفات المستعملة عندها الأسعار سيارات المستعملة تتفعون إلى منصف 15 مليون أو 14 مليون في مواطن الورق البسيط لا يتواجد شيء غلاء كبير جدا في سرطة المواد الإلكترونية المبرد الكهربائي مما اضطر الشعب اللي ما عندوش يروح يشري للحواج الأقديمة إخضاع هذه الأجهزة للصيانة والرقابة لدى التقنيين إلزامي لتفادي المخاطر التي قد تنجر عنها وهو ما يحرص عليه عبد النور ندعو جميع المستهلكين إلى الاستعانة بتقني مختص في التبرير حتى ضمان سلامة صحية وكذلك أيضا ضمان أكثر لهذه الأجهزة في الاستعمال انتعها وكذلك حتى في التركيبة انتعها في وسط المنازل اقتناء المكيفات الهوائية المستعملة ظاهرة جديدة اقتحمت مؤخرا السوق الجزائرية لأزعارها المحقولة فكانت الوجهة المفضلة للمواطنين